الوصية الخامسة عشرة قد فرض الله عليكم الحج فحجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه هذا الحديث درس من الدروس القيمة التي نتعلم منها الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فنقف عندما حده لنا فلا نتجاوزه ونلتزم بما أمرنا به ولا نعدوه ونجيب ما نهانا عنه فلا نقربه فهو حديث يضع المؤمن على جادة الطريق المستقيم وينآ به عن محفرات الأمور وسفاسفها ويحذره من التشدد في الدين والسؤال عما عفى الله عنه ولم يقطع فيه بحل ولا بحرمة أو لم يحدد للناس فيه حدا ينتهون إليه ولا زمانا ولا مكانا لفعله أو تركه وقوله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فحج أي أوجب عليكم الحج إلى بيته الحرام ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم المستطيع منكم دون العاجز والاستطاعة هي القدرة الصحية والمادية على تأديته وتوفر الأمن في الذهاب والإياب وعدم وجود الموانع التي تحول بينه وبين تحقيق ذلك حسب ما جاء في كتب الفقه ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم أي دعوني فلا تسألوني عن شيء حتى أبينه لكم تأدبا مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد كان بنو إسرائيل يشددون على أنفسهم بإيراد الشبهات على أنبيائهم وإحراجهم بكثرة مسائلهم وتنطعهم في اختيار الصعب من الأمور وهم أعجز الناس عن القيام بذلك وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقي أمته مما وقعت فيه من الأمم السابقة وقد جاءهم بشريعة غراء لا عسر فيها ولا حرج ووقف بهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا ينحرف عنها إلا هالك ويواصل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مع أصحابه الكرام البررة فيقول صلوات الله وسلامه عليه فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وهو بيان لقوله تعالى في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي ما أمركم به الرسول فهو عطاء من ربكم فالزموه وعملوا به ما استطعتم وما نهاكم عن فعله فكفوا عنه ولا تقربوه إلا مضطرين الوصية الخامسة عشرة قد فرض الله عليكم الحج فحجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه هذا الحديث درس من الدروس القيمة التي نتعلم منها الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فنقف عندما حده لنا فلا نتجاوزه ونلتزم بما أمرنا به ولا نعدوه ونجيب ما نهانا عنه فلا نقربه فهو حديث يضع المؤمن على جادة الطريق المستقيم وينآ به عن محفرات الأمور وسفاسفها ويحذره من التشدد في الدين والسؤال عما عفى الله عنه ولم يقطع فيه بحل ولا بحرمة أو لم يحدد للناس فيه حدا ينتهون إليه ولا زمانا ولا مكانا لفعله أو تركه وقوله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فحج أي أوجب عليكم الحج إلى بيته الحرام ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم المستطيع منكم دون العاجز والاستطاعة هي القدرة الصحية والمادية على تأديته وتوفر الأمن في الذهاب والإياب وعدم وجود الموانع التي تحول بينه وبين تحقيق ذلك حسب ما جاء في كتب الفقه ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر